إلى الأخبار العجلة التي تريدنا تباعا يدي عوت أحرانوت تقول بأن قسم إعادة التأهيل في الجيش الإسرائيلي يستقبل يوميا نحو ستين جريح جديد من الجنود والضباط ونبقى مع الإحصائيات المتعلقة بالعدوان على غزة آخر هذه الإحصائيات علنها مكتب الإعلام الحكومي قال إن عدد الشهداء بلغ سبعة أو سبعة عشر ألف واربعمائة وتسعين بينما بلغ عدد المفقودين سبعة آلاف وسبعمائة وثمانين بلغ عدد الشهداء سبعة عشر ألفا واربعمائة وتسعين شهيدا ممن وصلوا إلى المستشفيات بينهم سبعة آلاف وثمانمائة وسبعين طفلا وستة آلاف ومئة وواحد وعشرين امرأة فيما بلغ عدد المفقودين سبعة آلاف وسبعمائة وثمانين مفقودا إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم ما زال مجهولا وأيضا نشير إلى الأخبار التي تريدنا في نفس السياق كانت يديعوت أحرانو تتحدث عن خمسة آلاف جندي جريح وقالت ألفين منهم أصبحوا من ذوي الاحتياجات الخاصة منذ بدء هذه العملية البرية هذا الاشتياح وهذا العدوان الإسرائيلي